السلام عليكم ورحمة الله ازيكم الجماعة ان شاء الله تكونوا بالف خير وعافية جيتكم في فيديو جديد بما انه موسم المنح او منح الحكومة الصينية اقترب فعشان كده جماعة بعض الجامعات فتحت التقديم او السيستم بتاع التقديم الابليكيشنز بتاعتها بدت تقديم لها من اوائل الجامعات اللي فتحت الجماعة اللي هي الجامعة دي اللي هي اسمها اللي هما فتحوا التقديم لمنحة الحكومة الصينية ففي الفيديو ده احنا نشوف الديتيل سجماعة كل التفاصيل وبعد كده جماعة بخلي ليكم اللينك للتقديم في صندوق الوصف فانتو ممكن جماعة اذا المستندات بتاعتكم مطابقة او متجاهزة زي ما هم مطالبينها فطوالي انتو ممكن تبدو تقدموا اول حاجة ما عدد الهوم بيج بتاعتم او الصفحة الرئيسية بتاعت الموقع بتاعتم هنا نبدأ في information for chinese government scholarship high level post graduate program الفين واربعة وعشرين هنا عندنا جماعة الـ qualifications اول حاجة المقدم مفروض يكون غير صيني الجنسية ده الشرطة الاول انك مفروض تكون ماصيني الشرطة التانية جماعة عندهم عمر عندهم age limit فانتو مفروض هما موضحين هنا انو ما تكون اكبر من خمسة وثلاثين ده بالنسبة لدريت الماكستير بالنسبة لدريت الفي اش دي او الدكتورة اللي هي ما تكون اكبر من اربعين يعني عندهم age limit بالنسبة للمنحة دي الـ application period دي جماعة هنا الزمن بتاعهم اللي هو بتفتح من يوم واحد نوفمبر 2023 لحد يناير 2024 واحد يناير 2024 فدي الفترة بتاعت التقديم هنا عندنا جماعة بالنسبة لبرامج الماستر هنا عندهم جماعة كمية من البرامج اللي هي هنا اسم الكلية هنا التخصص هنا السنة او مدة الدراسة او مدة المنحة جماعة عندهم school of architecture اللي هي جماعة كلية المعمار هنا العمارة اللي هي بدرسوها بالانجليزي هنا عندهم جماعة urban planning عندهم كمية من التخصصات التانية عندهم في كلية العمارة ومدرسة العمارة اللي هي اربعة تخصصات اللي هي ممكن الناس تختار المدة بتاعت المنحة اللي هي ثلاثة سنوات ننزل تحيز جماعة school of mechanical engineering اللي هي school of mechanical engineering اللي هو برضو جماعة عندهم تخصصين اللي هي الهندسة الماكنيكا وعندهم هنا التصميم برضو ثلاثة سنوات ثلاثة سنوات ليدرية الماستير عندهم جماعة school of information science and engineering اللي هي جماعة برضو عندهم التخصصات الموجودة دي انتوا جماعة ممكن تقروها باستفادة تمروا عليها تشوفوا التخصص اللي انتوا جماعة ممكن يناسبكم بالنسبة للتخصصات دي واحد نين تراثة اربعة دي التخصصات دي جماعة انتوا مفروض لازم البكلاريوس يكون اللي هو علاقة بالتخصصات دي هنا جماعة هنا الهندسة المدنية برضو كل التخصصات دي ثلاثة سنوات دي لنسبة الماستير هنا عندهم school of electronic science and engineering برضو جماعة عندهم التخصصات دي school of automation كمية من التخصصات الناس ممكن تمر عليها كل التخصصات دي جماعة زي ما موضح انها ثلاثة سنوات غير هنا جماعة في سنتين اللي هي school of economics and management كلية الاقتصاد والادارة هي الماجستير بتاع سنتين هنا school of public health اللي هي الصحة العامة برضو جماعة سنتين التخصصات دي او التخصصين دي بدرسوا بالانجليزي باللغة الانجليزية نجي جماعة للتخصصات ال phd او الدكتورة هنا برضو جماعة العمارة الغالبية التخصصات او الدكتورة بتاعت في التخصصات دي هي اربعة سنوات زي ما شايفين كلها اربعة سنوات انتم ممكن تمروا عليها طيب جماعة نجي ل application materials اللي هي مطلوبات او المستندات المطلوبة في التقديم رقم واحد هو passport مفروض الجماعة على الاقل يكون فيه سنة كاملة كبال مدة الانتهاء اللي هي جماعة مفروض يكون عنده سنة فضلت له ببال ما ينتهي اللي هي جماعة الصفحة الاولى والصفحة الاخيرة دي اللي هي طالبينها منكم المستندة التانى والمطلوبة التانية certificate of highest degree يعني انت اذا عايز تقدم الماستر سمعفوض الشهادة بتاعت البكلاريوس تجيبه او ترفع عليهم اذا كان الدكتورة الشهادة بتاعت المايستير رقم ثلاثة if you are obtain high level of degree before 30 september 2024 you may provide the official document to prove that رقم أربع جماعة official transcript اللي هي شهادة التفاصيل او academic records رقم خامسة ال HSK 4 اللي هي جماعة مفرود at least minimum تكون جايب فيه 200 درجة at least is needed for chinese taught programs دي بالنسبة للتخصصات اللي هي تدرس باللغة الصينية اذا التخصص باللغة الانجليزية انت مفرود جماعة تكون عندك TOEFL اللي هي جماعة من 80 or above او ال IELTS اللي هي من 6.5 or above دي بالنسبة للتخصصات او البرامج اللي بتدرس باللغة الانجليزية رقم سبعة recommendations letters اللي هي جماعة خطابين توصية من دكتور او بروفيسور من الجامعة بتاعتك او الحتة الانت درست منها رقم 8 جماعة بيكون عندهم صيغة معينة بالنسبة لالفحص الطبي ده يكون على الأقالي جماعة within 6 months اللي هي ما يكون مرة عليه اكتر من 6 شهور رقم 11 بلالفحص من بعض الناس من المعمار الناس بلالفحص بلالفحص الناس مطلوبة بالنسبة لجماعة للناس اللي عايزة تقدم لكلية المعمار في حاجة اسمها بورتفوليو برضو مطلوبة النوت هنا جماعة في تنبيه مهم انه جماعة المعلومات اللي انت تقدم كلها لازم تكون صحيحة وتكون مسؤول منها مسؤولية تامة في الابليكيشن رقم اثنين جماعة مفروض تكون اهل السقة المعلومات الكتبتها في الابليكيشن لازم تكون جماعة صحيحة اذا جماعة اذا كانت المعلومات ما صحيحة فانت لمدة سنتين يعني ما حتقدر تقدم للجامعة لمدة سنتين رقم ثلاثة جماعة the application documents must be in chinese or english يعني جماعة اذا اللغة المستندات غير الصينية او الانجليزية فانت مطالب بترجمة رقم اربعة please fill in your chinese name if you have one فهنا جماعة اذا عندك اسم صيني انت مفروض تتنزل في الخطاب بتاع القبول تدخل على موقع الجامعة تفتش الشرفين تتواصل معهم بالاميل تاخد لك خطاب بتاع قبول بعد كده جماعة ترفع ودخل فرص قبول اكتر رقم 6 please sure be sure your address the address you write on the application system is correct العنوان مفروض يكون جماعة صحيح عشان لما يرسل لك المستندات او خطاب القبول يكون رسلوها على العنوان الصحيح application procedure هنا جماعة تقدموا على الموقع ده في بداية التقديم انا باخد لكم الموقع ده انت تدخل عليه وتشوف هنا بعد التقديم حاب تعمل check ل application progress بتاعك فبرضو تدخل على نفس الموقع تعالنا شوف بمشي كيف الخطوة الاولى بعد ما انت عملت submit او عملت جماعة رفعت كل المستندات بتاعتك بديك in progress اذا انت من الخطوة دي جماعة ما مريت فمعنات جماعة ما قدرت تمر من initial review اللي هو check المبدئي هنا جماعة اذا عملت pass في اذا عملت pass بعد الخطوة دي اذا عملت pass بتمشي للخطوة الثانية اللي هي application fee to be paid هنا pay الفيز بتاعته جماعة تقريبا 800 يوان فانت مطالب بانك تدفع اذا ما دفعتها فطوالي انت ممكن فانت طوالي الapplication بتاعك بديك انه fail لانك ما دفعت الapplication fees او رسوم الapplication اذا دفعتها طوالي بتنتقل للخطوة اللي بعديها waiting for academic review اللي هي جماعة بعملوا check للمستندات بتاعتك والشهادات بتاعتك اذا ما قدرت تعدي من الخطوة دي فطوالي الapplication بيجيب هنا اذا عملت pass بتمشي للخطوة البعدي هذه waiting for pre admission اللي هي جماعة في admission في pre admission فلما نتاخد pre admission تاني جماعة ما في طريقة انه يكون في fail فطوالي تمشي للخطوة اللي بعديها final admission كل الخطوات الجماعة بعد القبول فدي كل جماعة الcontact بتاعتهم اللي هي وسائل التواصل بتاعتهم مع الجامعة هنا mailing address اللي هي عنوانهم البريدي هنا postcode هنا جماعة الرقم الهاتف بتاعهم والإيميل هنا عندهم الفاكس والويبسايت اللي هي حقودتهم لكم جماعة كل الحاجات دي في صندوق البحث كل حبي تتكلم عنه لليوم يا جماعة شكرا جزيلا على المشاهدة وما تنسوا جماعة تعمل لي subscribe like وشارك الفيديو ده لناس كثيرة ممكن تستفيد من المنحة دي فgood luck وإن شاء الله بالتوفيق بحد ما نتلاقي في فيديو تاني أبقوا طيبين اشتركوا في القناة